لدي في هذا الفيديو ثلاث مسائل وما أود فعله هو ليس حل أو إيجاد ناتج هذه المسائل ولكن طريقة كتابة معادلات لهذه المسائل المسألة الأولى سعر تسعة أقلام بـ 11 ريال ونصف كم ثمن سبعة أقلام لنفرض أن ثمن الأقلام سين المطلوب سين كم ثمن الأقلام سين الثمن مطلوب سين لنكتب التناسب أولا الطريقة الأولى أستطيع أن أقول تسعة أقلام على السعر 11 ريال ونصف يساوي أيضا سبعة أقلام على السعر المجهول وهو سين إذا لو تلاحظوا البسط تسعة أقلام سبعة أقلام التسعة أقلام بـ 11 ريال ونصف السبعة أقلام مجهول سين أيضا نستطيع أن نكتبه بطريقة أخرى وهو كتابة السعر أو الثمن على عدد الأقلام أستطيع أن أقول 11 نصف على عدد الأقلام 9 وهذا يساوي سعر سبعة أقلام مجهول سين على عددها سبعة إذن لاحظوا معي السعر أو الثمن أو الثمن 9 أقلام بـ 11 نصف يقابلها سبعة أقلام بالمجهول سين لأن الثمن غير معروف الطريقة الثالثة أستطيع أن أكتبها أيضا بيجعل الأقلام مع بعض فأستطيع أن أقول تسعة أقلام على سبعة يساوي سعر تسعة أقلام بـ 11 نصف وسعر سبعة أقلام بسين مجهول هذه طريقة الثالثة الطريقة الرابعة أستطيع أيضا أن أقول سبعة أقلام على تسعة أقلام أعكسها سعر سبعة أقلام بسين مجهول أما سعر تسعة أقلام بـ 11 ريال ونصف إذن هذه المسألة الأولى كتبت لها أربع تناسبات لو نلاحظ أن كل نسبة في التناسب الأول هي بين مقدارين من نوعين مختلفين بمعنى تسعة أقلام على 11 ريال ونصف أيضا سبعة أقلام على الثمن لهسين مجهول أما بالنسبة للتناسب الثالث فهو بين مقدارين من النوع نفسه لو نلاحظ تسعة أقلام على سبعة أقلام 11 ريال ونصف على أيضا سين نصف سين اللي هو الثمن مجهول أما لو نلاحظ التناسب الثاني ينتج عن قلب البسط والمقام أي لو لاحظنا التناسب الأول هو تسعة على 11 ونصف في التناسب الثاني قلبناها صارت 11 ونصف على تسعة بمعنى قلبت الجزء الأول الطرف الأول إذن سأقلب الطرف الآخر اللي هو سين سبعة على سين يصبح سين على سبعة إذن التناسب الثاني ينتج عن قلب البسط والمقام في النسبتين المكوناتين للتناسب الأول وكذلك الوضع في الحالة التناسب الثالث والرابع لو لاحظنا التناسب الثالث والرابع تسعة على سبعة يساوي 11 ونصف على سين قلبناها المقام على البسط أصبحت سبعة على تسعة يساوي سين 11 ونصف المسألة الثانية ثمن سبعة تفاحات هو خمس ريالات المطلوب مني كم تفاحة إذن ثمن سبعة تفاحات وخمسة ريال كم تفاحة المطلوب كم تفاحة سين يمكن أن أشتري بمقدار ثمانية ريالات لنكتب التناسب أستطيع أن أقول سبع تفاحات سبع تفاحات على خمسة ريال إذن سبع تفاحات بخمسة ريالات يساوي كم تفاحة لدي مطلوبة مني لنفرض أنها أعدل أنها صاد وليست سين صاد سين لا تفرق كثير ولكن حتى نميز على المسأة الأولى صاد على السعر وهو خمسة ثمانية إذن سبع تفاحات خمسة ريالات كم تفاحة مطلوب مني صاد على ثمانية ريالات هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أستطيع أن أقول سبع تفاحات أخذ تفاحات مع بعض سبع تفاحات على عدد التفاحات المطلوبة صاد وهذا يساوي السبع تفاحات سعرها بخمسة ريالات والصاد المجهولة بثمانة ريالات وأيضا أكتبها بأكثر من طريقة أنه بقلب كل من التناسبين نحصل على تناسبين آخرين بمعنى إذا كتبت تناسب ثم انقبت بقلب هذا التناسب المقام على البصد ستحصل على تناسب آخر المسألة الثالثة وصفة كعكة لخمسة أشخاص تحتاج لبيضتين عند عمل كعكة لخمسة أشخاص أحتاج بيضتين المطلوب مني كم بيضة لنفرض أنها با مثلا بيضة با نحتاج لصنع كعكة لخمسة عشر شخصا إذا عندي خمسة أشخاص لعمل لهم كعكة أضع بيضتين طيب إذا كان عندي خمسة عشر شخص كم أضع بيضة لنقوم بكتابة هذا التناسب أولا خمسة أشخاص أستطيع أن أقول خمسة أشخاص على بيضتين اللي هو أثنين عندي بيضتين يساوي إذا خمسة أشخاص بيضتين طيب إذا كان عندي خمسة عشر شخص خمسة عشر شخص على كم بيضة مطلوبة مني باع مجهول هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أستطيع أن أقول أخذ الأشخاص مع بعض لدي خمسة أشخاص على خمسة عشر يساوي نأخذ الآن بيضتين خمسة أشخاص كم يقابلها؟ يقابلها بيضتين خمسة عشر شخص كم يقابله؟ بيضة مجهول إذن بأ أيضا يوجد تناسبات أخرى لكتابة هذا السؤال على شكل تناسب وبهذا كتبت التناسبات أو كتبت معادلات لهذه المسائل ويمكنك حل هذه المسائل وإيجاد الناتج وشكرا